النهاردة على هامش المونديال خليني يقف مع علاقة مهمة يمكن تكلمنا فيها أنا وصارها في داية الحلقة النهاردة زي ما قلنا لحضراتكم بعثة النادي الاهلي النهاردة سلمت للفيفا الفيفا عنده مدحف طلب التيشيرت بتاعة النادي الاهلي بحكم انه اكبر واحد من اكبر انديت العالم و اكبر نادي في القارة الافريقية بالارقام و بالاحصائيات و بالانجازات و بالبطولات والحقيقة يمكن كابتن محمود الخطيب كمان الفيفا طلب توقيعه على تيشيرت النادي الاهلي في التأكيد كمان على مكانة محمود الخطيب كواحد من اكبر واهم اساطير الكرة العالمية والافريقية والمصرية ويمكن كابتن خطيب مع التوقيع كده يعني تمنى للنادي الاهلي و لجماهير و لعضاءه كل التوفيق والنجاح الحقيقة يمكن انا هقف هنا شوية لانه في وقت من الوقات فيه ناس كتير جدا بتحاول تشوه اي رمز ناجح النادي الاهلي بالعريق الحقيقة الفخر لأي مصري انا مش بكلمين على الاهلوية انا بكلم على اي مواطن مصري انه تكون هزي المنظومة هذا النادي بكل رموزه و نجومه و بطولاته و انجازاته محل هذا التقدير العالمي انا بكلم حضرتكم على الفيفا اكبر جهة مسؤولة عن اهم واكتر رياضة شعبية على سطح الارض لما تقدر النادي الاهلي بهذا الشكل زي ما حضرتكم شايفين في الصورة كده ده تأكيد على مكانة النادي الاهلي مش معتقدش و ده ملوش علاقة بالمنافسة على فكرة المنافسة اللي مفترض في الرياضة تبقى منافسة شريفة المنافسة اللي مفترض في الرياضة تبقى ملهاش اي علاقة لا من قريب ولا من بعيد بحالات الغل وكره هي بيصعب علاقة جدا حقيقة و ما بفهمش و خصوصا لما بيصدر ده من الناس المفترض انها بتعتبر من الصفة و من النغبة الناس اللي لما بتشوف حاجة عالية وهي مش قادرة توصلها بتحاول تكسر فيها او تشويها او تهدمها لما تشوف حد عالي او لما تشوف حد ناجح حاول تطلع تقتك كلها في انك انت تجتهد وتكون زيه افضل بكتير جدا منك في كل مناسبة و في كل لحظة تفضل تقلل من حجم الانجاز او تفضل تقلل من قدراته او تفضل تشويه في رموزه انا ما اعتقدش انه داية ليه خصوصا لما بنتكلم في وقت من الوقات عن زي ما قلت لحراركم اسماء مفترض ان لها لي وضعها و ليها مكانتها في المجتمع بتنتمي لكائنات مفروض انها كبيرة جدا برضو و ليها تاريخ كبير جدا لو هنظل لمشينا على نفس او ننتاج نفس السياسة دي هتفضل قدام الاجيال اللي طلعها لانه الاجيال بتفتكر كواس جدا وحفظ التاريخ كواس جدا وعرفة اللي ما تولتش في التمانينات ولا في السبعينات عارف مين هو الاهلي وعارف مين محمود الخطيب وعارف مين مصطفى عبده وعارف مين علاء ميهوب وعارف من قبل كده كمان بكتير وهيفضل حافظ تاريخ النادي الاهلي كله لو فضلت ماشي على نفس الاسلوب ده هتظل كده تتضاءل وتنكمش لغاية لما حتى تلاشى من الوجود اتمنى انه العقلاء يعني يفرحوا بداية لانه فيه نجاح مصري احنا بنشوف محمد صلاح ما بنسألش محمد صلاح كان بيلعفين في مصر ما بنقولش انه كان منتمي النادي المقاولين نجاح لأي مصري مفروض يكون شرف لكل المصريين